القصة دلوقتي بتفاصيل جديدة يعني في ناس قلت لك انه خلص مع زده ووقع كل العقود وحينتقل للزد رومايز جدا القصة كلها يا جماعة وما فيها ان محمد عبد الرحيم إيشو هو جاله عرض من الدور الأمريكي واتكلم مع مسؤولي نادي زي ما قال لهم يا جماعة في عرض هم ما اتكلموا معه في تجديد وكلام منت فقال لهم طب في عرض الأول شوفوه كويس أمشي في يناير أروح أوكي مش عجبكو العرض عايزين نجدد حاجة جدد ما عنديش أي مشكلة خالص لكن حقيقة توقيعه الزد واتفاقه مع زد حتى هذه اللحظة ده لم يحدث بالمرة لم يحدث بالمرة اللعب لا اتفق مع زد ولا وقع ولا خلص ولا أي حاجة طيب هو الكلام أصلا طلع من يما ما فيش دخان من غير نار زي ما بيقولوا ان اللعب قالوا من ثلاثة ما بيروحش التمرين ما بيشاركش في تدريبات سواء الفريق بتاعه في قطاع الناشئين أو حتى الفريق الأول لقرية القدم داخل نادي الزمالك فالناس قلت لك لا واضح من القصة فيه ناس طبعا جمهور نادي الزمالك مهتم بكل صغيرة وكبيرة ليه علاقة بأي لاعب اتحسب على الفريق الأول شارك قبل كده كم من ده وإيش من اللاعبين المميزين اللي لفتوا أنظار جمهور نادي الزمالك يعرف عشان كده الكلام كتير جدا عليه بشكل أو بآخر اللاعب غياب ليليو من ثلاثة اللفات هو عنده امتحانات بمنطقة البساطة بمنطقة البساطة المنضوع ليه علاقة بالامتحانات وكلام من ده فده سبب غيابة تخلص امتحانات أكيد منصك طبعا مع الأجهزة الفنية ومع المسؤولين في النادي تخلص امتحانات ويرجع التدريبات بشكل طبيعي وربما كمان يكون من اللاعبين اللي الجددوا عقودهم مع نادي الزمالك من لعاب قطاع الناشئين بالتحديد يعني هو مكسب كبير لنادي الزمالك يعني طيب اتكتن عبدالواحد السيد بشكل رسمي اللي هو مدير الكرة بنادي الزمالك بشكل رسمي أخطر محمد عبدالغاني مدافع الفريق بأن خلاص الفرص بالنسبة له هتكون صعبة بخصوص الاستمرار داخل نادي الزمالك وأن كده كده ما فيش نية ليه تجديد عقده مع النادي لأن عقده يخلص مع نهاية الموسم وإحنا متابعين مع حضراتكم موضوع محمد عبدالغاني على مداري 48 ساعة الماضية وقلنا حتى لحراركم خبر مؤكد انبارح أن محمد عبدالغاني مش عايز يمشي غير لما ياخد قالوا اوكي عن جدول الفلوس ماشي حخرج الساقة مناسبة واتفق خلاص زي ما قلت لكم مع البنك الأهلي هياخد فلوس كويسة جدا ما شاء الله هذا محترم قوي 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 ما بين الـ 8 و 9 مليون جنيه في الموسم ده رقم كويس للغاية فبالتالي تم إبلاغه بشكل رسمي كابتن عبدالواحد السيد وقال له أن النادي عايز يستفاد من الصفقة بتاعتك وانت واحد من ولاد النادي يعتبر حتى لو انت مش جاي من قطاع الناشئين لكن انت احنا بنحسبك بالنسبة لنا واحد من ولاد النادي وده تعامل مميز جدا من مدير الكرة في الحقيقة فالزمالك هياخد 6 مليون جنيه في الصفقة او في الست شهور اللي حيروحهم او المتبقيين في عقد محمد عبدالغاني مع نادي الزمالك فالزمالك هيستفاد ماديا بمبلغ 6 مليون جنيه معقول لحد كبير واللعب سنتقل خلال ايام قليلة جدا للبنك الاهلي فالنهاردة كان فيه جلسة وتم إبلاغه بشكل نهائي طيب ناصر بنسي عشان الكلام على غيابه في التدريبات الماضية عن نادي الزمالك لمدة يومين 3 البعض قال اصل والدته تعبانا ربنا يشفيها رب لو تعبانا ربنا يشفيها رب وعافيها ويطامنه عليها رب أمين